حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من أستعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا فقلت بيني وبين نفسي لناقة له هي خير من خمس أواق ولغلامه ناقة أخرى هي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأله حدثنا روح حدثنا زمعة بن صالح قال سمعت ابن شيهاب يحدث أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعدى بن زرارة وكان أحد المقاباء يوم العقبة أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال بئس الميت ليهود مرتين سيقولون لولا دفعا عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفعا ولا أتمح لنا له فأمر به وكوي بخطين فوق رأسه فمات ترجمة نانسي قنقر